تم تدشين سفارة اتحاد جزور القمور بالمغرب خلال حفل أقيم بالرباط حفل تدشين هذه السفارة ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج سيد ناصر بوريطا ونظيره القموري السيد دوهيردو الكمال تدشين هذه السفارة يعكس الطموح المشتركة للبلدين في ترسيخ العلاقات الثنائية التي تطبعها الثقة والتميز المغرب واتحاد جزور القموري بلدان قريبان من بعضهما وجدانيا الحضور المزدوج لجزور القموري بالرباط والعيون حيث كانت البلاد أول دولة تفتتح قنصرية لها بالعيون يتيح تعزيز هذه العلاقات الاستثنائية أكثر ويجسد الطموح والرؤية المشتركين لطالما قام المغرب بدعم جزور القموري في مجال التكوين ثمانون في المئة من أطور وزارتي تلقوا تكوينهم بالمغرب المملكة المغربية تواصل تكوين المواطنين القموريين بتمكينهم من منح دراسية رئيس البلاد أيضا تلقى تكوينه بالمغرب وكما تعلمون سيد آسوماني يعتبر مغربي القلب السيد ذو الكمال أكد أن الوحدة الترابية للمملكة المغربية غير قابلة للنقاش مشددا على أن الصحراء أرض مغربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر